موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول اشتريت أضحية ولكنني لا أنوي أن أذبحها وإنما أريد أن أسلمها لغيري يذبحها فهل تعد أضحية نعم هذه تعد أضحية لأن الأضحية احنا قلنا يستحب مستحب إذا تعرف وتقدر مستحب تذبحها بيدك ولكن إذا ما تعرفش ولا ما تقدرش ولا قلبك ضعيف أو كي نذكر قلبه ضعيف ما يحملش يشوف الدم يشوف الدم ما يرقتش هنايا وشألية إذا شراها أضحية وانواها أضحية وعطاها الخوة يذبحانه بابه يذبحانه جاره يذبحانه ولا لا لا جاب ذبح ذبحهم يجيبوا الذبحين جاب ذبح يذبحانه هنا يقاره يأضحية يا جوز ما تتبعوش هذا الفتوى الباطلة اللي يقول لك إذا ما ذبحتاش أنت بيدك مع أنتها ما راهيش أضحية لا لا مش كون هذا ليقع ليذبح بيده وعليه قع الناس ليتشري كبش هو ليعرف يذبح بيده أو بأغلب الناس ما يعرفش ما لا يجوز ولا شيء أعلي هاك ناوي تشري كبش أشريه ولو أنت ما تعالش تذبح أعطيه الواحد يذبح لك يجوز وراهي أضحية وينوي يقول يا ربي عن فولان وإذا هو جاب نية وحد أخرى ما يمضى الراكس أنت يا أنوي جي بنتان نية قال عني وعن زوجتي وأولادي وأبناتي يا جوز وعندك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى وتنالك باركة السنة الكبش الكبش يدخل للدار باركة لأن هذا نسك نسك الشياطين يخرجوا من البيت الهم يخرجوا من البيت وهذه الفرحة التي تديرها في قلوب بولادكم آه هي فرحة عظيمة ما تقولوش كما ما يقولوا بعض الناس ما يعرفوش غير يهضروا يقول لك ها وش راكبش على جال أطفالك وش عليها انتا يا مكلف أطفال ما وش مكلف عند ربي انتا يا نيتك أضحية تتقرب بها إلى الله ووليدك راه وفرحان ودير تحتها وش عليها يجوز لي تحتها ندير نيتانيك ونفرح ولادي ونفرح مرتي يجوز ونفرح جيراني كي نصدق لهم الحم وش عليها هذه قاعة تجوز مش يلازم يقولك زيما يجيبنيا تقربوه بها إلى الله ولكن فرح الناس بالسنة ما تقلس نحي من قلوبهم روح انتال الأطفال ونحيلهم هذه الفرحات على الكبش هيا روح كذا بالعكس حاجة مليحة والله ارتحي الأطفال وبالك لو كمش الأطفال ليرام يطبعوا الآباء بالك 70 ولا 80% ما يضحيش مال الحمد لله ليرب يجعل هذه السنة محبوبة عند قلوب الأطفال انتا تشوف أولادك تقول يطبعوك للسنة ما لنت واش تدير وش علي يطبعوك أولادك كل واحد كاي نستحثوه على الخير كاي لي مرتو تنصحه كاي لي أولاده كاي لي بابه كاي لي جاره كاي لي صاحبه صاحبه يتصل به بس ما كيف ما الضحيش انت ربي فتح لي اه يا شري كبش ام بعد يروح ويشري ويصحح النية ويقول هذه أضحية أتقرب بها إلى الله ان شاء الله أي واحد يضحي إذا دخل الجنة يصيب هذا الخرفان في الجنة انتعوا إن شاء الله إذن سائل يقول نحن جماعة من المسلمين نعيش في المهجر نريد أن نضحي ونحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد اتفقنا مع المجزرة التي ليس فيها إلا النصارى على أن تذبح لنا على أن تذبح لنا فهل تصح هذه الطريقة في الأضحية إذن انتو ما حبيتوا تحيي السنة إن شاء الله ربي يحيي قلوبكم يوم تموت القلوب وما عندكم شلي ذبح لكم انتو ما مسلمين بسرعة ما تعلمتوش الله غالب ما قريتوش ما اتفقهتوش ما أعلموكمش في المدرسة ما أعلموكمش في الحياة ما تعافوش الذبحوك وحبيت أحيي السنة ورحتوا وشفتوا المتزارات على النصارى قلت لهذاك النصاراني الكافر قلت له اذبح لي على الطريقة الإسلامية هذا أمر عجيب لا يصح لأن الاستناب في الذبح واحد يا نبعا واحد يشترط فيه الإسلام لازم يكون مسلم خورك عمك مسلم كما أنت وهذا من أعجب الأعجيب أنكم جماعة من المهاجرين ولا فيكم واحد يعرف يذبح وفي النهاية تروحوا لهذاك الكافر تقول له اذبحن على الطريقة الإسلامية الكافر الذي ليس له كتاب لا تصح منه القربة كيف يتقرب إلى الله هذه أضحية ونسك كيف يقول بسم الله والله أكبر وعلى ملة الله ورسوله ولا يؤمن لا برسوله ولا بكتابه ولا بالله ولا بالإسلام بل هو يرى أن هؤلاء يعني على كفر وعلى ضلال الكافر لا تصح منه القربة وأما إذا كان هذا المذبح هذا من أهل الكتاب يعني نصاري أمنوا بكتابهم ولا يهود أمنوا بكتابهم أهنا هذه الذبيحة يصح أكل اللحم ولكنها ليست أضحية يجوزنا نكل الحم لأنها ذبيحة أهل الكتاب لقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من السيطان الرجيم نعم لأنها جيفة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني طعام أهل الكتاب إجوزنا إذا ذبح على دين ولكن هذه أضحية يتقرب بها إلى الله إذا ذبح الكتاب ما توليش أضحية ولذلك النصيحة لكم يا جماعة المهجر تعلموا اتفقوا في دينكم شوفوا واحد يذبح لكم مسلم ما يهمش جزائري باكستاني هندي مصري المهم مسلم مسلم يذبح فهمتوا إذن الأضحية ما كاش أضحية إذا حبيت تأكل الحم كليتوا الحم سائل يقول كنت حارسا في السجن كنت أعمل حارسا للسجن بشرق البلاد وكنت مكلفا بحراسة أحد المساجين في المستشفى وكان ينادي علي ويطلب مني منادات الطبيب أو الممرض لألم شديد أصابه وكنت أقوم من مكاني وأنفذ ما يطلبه مني هذا السجين وكان يعاني من مرض خطير ولما وصلت الساعة الثالثة صباحا ناد علي كثيرا وزاد صراخه وطلب مني أن أغير من وضعية نومه وكان التعب قد نال مني وفي لحظة غضب أقسمت أن لن أنهض من مكاني ولن أساعده فلقد أرهقني بالمنادات وبعد لحظات ندمت وقمت من مكاني وأكملت معاملتي معه حتى نهاية عملي على الساعة الثامنة صباحا ولما التحقت بغرفتي وصلني خبر وفاته فندمت وتألمت واليوم أنا أعاني نفسيا وأتألم كلما تذكرته سؤالي سيدي هل سيحاسبني الله تعالى ويعاقبني أرجوك ساعدني لكي أتجاوز هذه المحنة ميم شين من جيجل أولا أنت حارس على السجن وراك تقول لهذا رجل كان مريض الله يرحمه ويغفر له ويتوب عليه وربي يوسى عليه إن شاء الله وعلى جميع موت المسلمين ويرزق أهل الصبر والسلوان أنت كنت حارس وكان ينادي عليك وراك تقول أكثر من المنادات حتى للساعة لا تتعصبح وانت تروح تقدم له خدمة يقول لك قلبني كان مريض مسكين قلبني مريض وبالك كان مربوط ولم سلسل لا نشعر الوضعية المهم أنك أنت كنت تخدمه ثلاثة أصبح وصبت بإرهاق وتعبت وعيت قلت في نفسك في نفسك في لحظة غضبك تقول قلت والله العظيم ما نقدم له خدمة هكي تقول وم بعد في لحظات يعني قمت من مكانك وروح تقدمت له الخدمة بمعنى أنت لم تمتني عن خدمته في لحظة ضعف لحظة غضب أربي يقول وخلق الإنسان ضعيفا وأربي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا نقول لك إذا كنت صادق وخدمت هذا المريض خدمة صادقة وفي لحظة تعب وغضب قلت والله العظيم ما ننعيد من مكاني ولن يروح نقلبه وم بعدها روح تقلبته ماشي ما قلبتهش يعني غيرنا هذا استغفرت وتكاكيت وفطنت وعرت بالياذة مسكين سجين وماشي قادر يقلبه روحه روح تقلبته هنا لا شيء عليك إلا أن تصوم ثلاثة أيام تعال قسم هذيك لي قلت والله العظيم من روح نقلبه وم بعدها روحت وقلبته واستغفرت فأنت إن شاء الله لا شيء عليك خدمته 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 إلى الساعة الثامنة لما روحت قالوا لك توفى أو مات بأجله ولم يموت بسببك وإنما أنت مادم كنت تخدم في هذا العمل وهذا عمل فيه شبهات وربما فيه مظالم ويعني فيه خيط بين الجنة والنار هاكن تارك تعاني من وسويس ما ركش عارف ولا ركذيته ولا لا لا ولا أحسنت الخدمة ولا كي كان ينادي كنت روح له بسرعة ولا كنت تتباطئ حتى مات المهم أنت تارك تتقل وما ركش عارف الوضعية تعك واش تدير واش تدير أكثر من الصدقات وأكثر من الحسنات وأكثر من النوافل وأكثر من قيام الليل وأكثر من العمرة واش تدير روح صدق على هذا السجين هذا خوك السجين خوك يعني هذه الدنيا قسمة الأدوار هذا حارس وهذا سجين ولكن في النهاية هذا مسلم ويسحق الرحمة ويسحق المغفرة ولا علهم ظلوم ما شيء أي واحد راه في السجن معنتها ظالم لما قلت أنا دي كنهار قلت لهم لي قادر يصدق كبش ما تنساوش انسا والأطفال تعال ناس لي رأي في السجون كي الناس أنكروا علي كيف قال لك يشجع الناس يروحوا يصدقوا لنساو الأطفال تعال محابسية اتقوا الله يا ناس اتقوا الله هذا لي رأي في السجن بحق لبي باطل بحق لبي باطل ومرتولدوا وعلى هنا تعقبهم يعني مرتولدوا واش داروا هو رح سقساهم كي كان أحي دير جريمة سقساهم سقساهم مرتولدوا يهدي وزيد ما شي قاعدين في السجن دير جريمة هاي عندنا مرأة رأي في السجن لأن دحسة أطفال هذا ما كان كانت تصوق ما شافت أطفال منا كيف أخرج لا قاستو حكموا عليها بالسجن ودوك هادي نقولوا عليها مجريمة هادي أمور تتقدر أمور يبديها ولا يبتديها يرفع أقوام ويخفض أقوام